يعني ما حدش منكم عارف هو راح فين؟ لو عارفين أكيد ما كناش هنخبي ولا كنا هنسيبه من الأصل يتحرك بالمركبة ويعرض نفسه لما خطر الفضاء أنت يا مارو أكتر واحد عارف شر الكائنات الفضائية واختورة الوصول لكواكب جديدة واضح أن القوانين الموجودة مش كفاية عشان تسيطر على الإهمال اللي في الكوكب لا وزراء بيشوفوا شغلهم ولا أهل بيسيطروا على أولادهم نتطمن على أوذ ابن عمي وبعد كده أي حد غلط حيتحاسب على غلطتهم مولاي قوات البحث الكوني وصل لثنتاج جديدة قدرنا نرصب نصاري الضاقة الكونية المنبعثة من سفنته واعرفنا مكانه سكت ليه؟ كمي وصل فيه؟ أوز وصل لكوكب إيدي على بعد خمسمائة مليون مليون كيلو متر يعني عدى المسافة اللي أنت وصلت لها؟ بأبعاظ؟ فوضى؟ يعرض حياتي؟ وحياة كل اللي على الكوكب للخطر؟ عشان شوية لعب عيال؟ اوقفوا كل الاحتفالات احنا في حالة حرب مع الكوكب اللي وصلوا به عشان ننقذوا من هناك ولازم نجهز كل قوتنا كل الاحتفالات 2023 21 يعني انت مغنواتي؟ كنت بس الأيام دي راحت شوف لحالة شانطور ده أنا محدش بيجيبني لا في فرح ولا في حفلة ولا حدة في رقلة للأناطر يا بخور مصعور لك فضور يا عم بتستعمدش جشوات النار وحبة أشعار جيب بالآخر وما تخلناش نلفه ونلفه وندور ولا أنت شكلك كده ما بتفهمش في السحر ولا إيه وأنا لسه عملت حاجة أنا لفت على مئة ساحر قبلك وأعرف الساحر كده بقى من طلته وإنت كل اللي بتقوله سمعته من ناس قبلك كتير يا أمن فلو إنت فكر إنك إنت هتسرح بي يبقى إنسى يا غين يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا 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 ليلي أنا ما اتحكش علي يا عاسم قبلك هي ما أخصه من سةทوري من زي أي حد قبلت قبل كده أنا بعمل للعجاين بستورا رابت يا أميري الأشجار يا شجرة وملك التعويذ والصحرا أصبحت تحت أمري تنفس في الحال سحري حري شوف الراجل ده ماله علشان نريحه وناخد احنا ماله ماء ماء اظن كده اتأكد ايدك بقى على الفلوس هات هات اوعى تحوش ايدك على كل القروش هات هات انا مش قادر اتكلم حاسسيسبوصداع جبار صداع صداع اه 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 انا برضو راسي راسي بتوجع عني بتوجع عني مش قادر اشوف كويز اطمر دى مش متخير ازاي يعني ضالة ماتأثرنا كده، يبقى السحر مفعول وابتدى الشفع لا عارفي اتحكم في تفكيرهم ولا يقدر أوصى للأفكاري للمغب كر عن شان يعرف الان فيل واضح إن مخ البشر معقد أكتر ما أنا كنت متخيه كل الي يجع صلوم شوية صدام لو مخ البشر معقد بيبقى في حل تاني دي بيانات كاملة بموقع الكوكب اللي متواجد فيه أوز ده اسمه الكوكب الأزرق الكوكب كله دلوقتي في خطر وكرسي الحكم في خطر أكبر اوعى تفتكر إنك مش هتتحاسب على اللي حصل ده بس أخلص من الورطة دي بس سيادتك عارف إن أوز ما خلفش القوانين تبقى القوانين غلط والقوانين كمان لازم تتغير أو أمرك الكاميرات جاهزة في خلال دلت ثواني حتكون على الهوى بتزيع كلمتك للشعب تلاتة اتنين واحد ابدأ أبناء الكوكب الأبيض طبعاً كلكم متعودين على إن يتكلم معاكم في الاحتفالات السنوية بس النهاردة للأسف إحنا اضطرينا نلقي الاحتفال إحنا وصلتنا من شوية رسالة من أوز بن عمي بيبلغني إنه في معركة كبيرة مع سكان الكوكب الأزرق المعروف باسم كوكب الأرض أنا مضطرباً لكم إنه أوز في خطر وكوكبنا كمان في خطر كل الكوكب الأبيض من اللحظة دي لازم يستعد المعركتنا الكبيرة مع كوكب الأرض أنا أديت أوامري لكل القوات بالاستعداد لرحلتنا لاحتلال كوكب الأرض اشتركوا في القناة